سأل الحب ابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله عنه وعن أبيه الصحابي الجليل الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن هو سيدنا زيد والد ثاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسامة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء رآه ومن ذكاء الصحابة أيضا أنهم كانوا إذا رأوا شيئا يلفتوا أنظارهم سألوا عليه لم يكن من عادة النبي أن يفعله يسألوا عليه وزيدك النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى مثلا الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت هم متعودين للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات الظهر فلما صلى ركعتين في تغيير فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا كلما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام خاصة إذا كان هذا الفعل مخالفا لعادته عليه الصلاة والسلام فسيدنا أسامة لفت نغر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شيء إيه هو الشيء ده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي شعبان فيجعل له خصوصية ليست ومزية ليست ومكانة ليست لشهر من الشهور إلا فرمضان رمضان معروف رمضان معروف أنه شهر الصيام ما في ما يختلف في ذلك سنان وما ينتطح في ذلك عنزان أن رمضان شهر الصيام يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والآية اللي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصمه خلاص لكن الملاحظ أن شعبان هذا هذا الشهر المبارك الذي نحن فيه الآن كان يعمل النبي عليه الصلاة والسلام وتعمل معه معاملة خاصة كما ذكرت لحضراتكم فاستوقف ذلك الأمر زيدا رضي الله تعالى أسامة رضي الله تعالى عنه ابن زيد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور كما تصوم من شعبان سؤال جميل ورائع ومحتاجين الإجابة نحتاج الإجابة وإحنا طبعا عارفين أن فيه قاعدة وأنا تكلمت مع حضراتكم من قبل وقلت كما قال أهل العلم إن الكلام الموجه لصحابي واحد من الصحابة فهو كلام للصحابة جميعا والكلام الموجه من الرسول للصحابة جميعا هو كلام لأمة النبي جميعا يعني الكلام لصحابي يبقى يعمم على كل الصحابة ثم إذا كان الكلام للصحابة يبقى الكلام للأمة جميعا بشرط بشرط أن هذا الكلام لا يكون مخصوصا به فلان ما يكونش سبقك بها عكاشة دي خصة بعكاشة فقط لكن الكلام إذا كان للصحابة قل آمنت بالله أبو عبد الله سفيان الثقف ابن عبد الله الثقف لما قال له النبي على الإسلامي قال لا أسأله أحدا عنه لا أسأله عنه أحدا بعدك فقال أمساهم قل آمنت بالله ثم استقم قل أمنت بالله واستقم كلام ده للصحابة ده فقط هو الكلام كان للصحابة رضونا الله تعالى عليه لكن معنى الكلام للصحابة بس الصحابة ده فقط لا غير هو اللي يقول أمنت بالله ويستقم لا لكن الكلام هنا عام الكلام للصحابة والكلام للصحابة كلام للصحابة والكلام الموجه للصحابة كلام موجه لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يكن مخصص ما فيش مخصص خلاص يب الكلام ايه عام الكلام عام والله عز وجل لما تكلم عن المهاجرين والأنصال الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة ايضا المؤمنون بصفة عامة مطلون أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لما وصفهم الله عز وجل بأنهم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ايضا المؤمنون يطالبون بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كل هذا اخواننا كل هذا طالما أن النداء مش مخصوص ليس مخصوصا لفاءة دون فئة ولا لشخص دون شخص يبقى الكلام هنا عام ومنه لما تكلم أسامة رضي الله تعالى وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان معلما بارعا عليه الصلاة والسلام كان يعني كان يتسم بفن التربية التربية والتربية دي ليست سهلة الإنسان يكون يتعلم التربية إنه يكون إنسان عنده فقه وملكة إنه المعلومة تصل في وقتها وتصل كاملة مع مراعاة حال السائلي ومع مراعاة فقه الحال الوضع العام عامل إزاي ما هنت عندك علم على رأسنا ماشي أنت قرأت وأخذت إجازات وتعلمت على هذه المشايخ كل ده ما احنا مسلمين به لكنك لا تحسنو الكلام وإن تكلمت فقد تضر وأنت تريد أن تنفع لا نفعش لازم مش كل كلام إنت تعرفه تقوله مش كل كلام تعلمته تلقيه على الناس الناس عندها ثبت على حاجة معين على وضع معين وهذا الوضع تعرف عليه الناس وتآلف عليه المجتمع والوضع ده يمشي يا جوز مباح خلاص ما تجيش بقى تخرج كده على الناس بدون بقى تهيئة ولا توطيئة ولا تدرج ولا أنك تتكلم مرة مع مجموعة وبعد أنت موضوعيك بربانت مرة واثنين وتتجي خلاص ثم ضربكم بله وجايب حكم الناس ما تعرفش عنه حاجة خلاص عشان يشرق لك بالبنان هذا خطأ هذا خطأ بل نهى عنه أهل العلم سأل إذا كانت مستقرة على أمر معين لا يجوز أبدا أن تخرج الناس من هذا الاستقرار وهذا الحال حتى تفسد عليهم معيشتهم إلا بثق وعلم وتؤدى ومراعال المصالح والمفاسد وإنت لو تكلمت في هذا الأمر المصلحة قدية والمفسدة قدية وتنفع فين وتضر فين كلام كتير جدا وكلام كبير جدا